نروح بقى الخبر يخص الألعاب الأخرى يعني قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بمشاركة مصر في تسع منافسات في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية واللي هتقام في اليونان خلال الفترة من 9 وحتى 16 من سبتمبر الجاري هتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطيرة والكانوي والكاياك وأيضا الكارتي وكرة السلة تلاتة في تلاتة تقرر بقى أن يرأس البعثة المهندس شريف العريان الأمين العام لللجنة الأولمبية المصرية والواء أيمن شويت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائب لرئيس البعثة الحلو أن احنا تقريبا يعني إما كانش كل حلقة يبقى حلقة أو حلقة لأ نتكلم مع حضراتكم عن نجاح واحد من أبطلنا أو واحدة من بطلاتنا في أي أن كانت الرياضة ولكن على المستوى العالمي كؤوس عالم بطولات عالم إلى آخره من ضمن الأخبار الحلوة اللي استجدت مؤخرا أحرزت بطلتنا المصرية ملك منتصر لعبة منتخب مصر للشباب ميداليتين دهبيتين وميدالية فضية في بطولة العالم التسعة لكونغ فو التقليدي اللي أقيمت في الصين طبعا وجهت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للوشو كونغ فو التهنئة لبطلتنا المصرية من خلال أنها نشرت لها صورة صورة طبعا لملك منتصر بعد تتويقها بهذه الميداليات وعلقت عليها قائلة ألف مليون مبروك لمصر البطلة المصرية ملك منتصر تحرز الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية في بطولة العالم التسعة لكونغ فو التقليدي في الصين مبروك لمصر طبعا ملك منتصر كانت حصلت قبل كده كمان على عدة ميداليات في بطولات دولية مختلفة يمكن كان من أبرزها بطولة العالم في 2019 لما رجعت منها بتلات ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وفي البطولة الأفريقية في الجزائر مايه وعشرين 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 حصلت ميداليتين ذهبية وفضية وكمان في بطولة العرب اللي أقيمت في برسعيد خلال شهر أكتوبر من عام عشرين وعشرين وعشرين حصدت ميداليتين ذهبيتين وشاركت في بطولات محلية رسمية كتير جدا حية وحصدت من خلالهم كتير من الميداليات وأغلبها كانت ميداليات ذهبية لأنها حصلت على المراكز الأولى فإن شاء الله كمان للفترة اللي جاية نشهدها المزيد من النجاحات بإذن الله